أعلن وزير الصحة البريطانية أنه بداية من الخامس عشر من الشهر المقبل سيتمكن القادمون إلى انجلترا من البقاء في عزل منزلي لخمسة أيام فقط متبوعا بإجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا على نفقتهم وإنهاء العزل حال جاءت النتائج سلبية أعلن وزير النقل البريطاني جراند شابس أن الأشخاص الذين يصلون إلى انجلترا من الخارج سيتمكنون قريبا من تقصير فترة الحجر الصحي بأكثر من النصف إذا دفعوا مقابل اختبار بعد خمسة أيام وستدخل القواعد الجديدة حيث التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر المقبل وستكلف الاختبارات من الشركات الخاصة بين 65 و120 جنيه استرلينيا وقال شابس أن الخطة ستعزز السفر الدولي مع الحفاظ على الأمن العام ورحبت صناعة السفر بهذه السياسة لكنها وصفتها بأنها طال انتظارها ويأتي ذلك بعد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن انجلترا ستخضع إلى قيود مشددة من ثلاثة مستويات عندما ينتهي الإغلاق الحالي في الثاني من الشهر المقبل وبموجب قواعد السفر الجديدة سيظل الركاب الذين يصلون من وجهة أجنبية ليست مدرجة في قائمة ممرات السفر الحكومية بحاجة إلى الدخول في عزلة ذاتية ومع ذلك إذا دفعوا مقابل اختبار بعد خمسة أيام وظهر سلبيا فلن يحتاجوا بعد ذلك إلى عزل أنفسهم وتصدر المتائج عادة في غضون الأربع وعشرين ساعة مما يعني أنه يمكن إطلاق صراح الأشخاص من الحج الصحي بعد ستة أيام من وصولهم وأضاف شابس ستسمح الاستراتيجية الجديدة بالاختبار بالسفر بحرية أكبر ورؤية الأقارب والأصدقاء والخيام بأعمال تجارية ومن خلال منح الأشخاص خيار الاختيار في اليوم الخامس فسيكون ذلك دعما كبيرا أيضا لصناعة السفر حيث تستمر في إعادة البناء من تبعات وباء كورونا